إلى ولاية تبسة حيث توفيت المرأة التي قام طريقها مؤخرا بحرقها وضربها على مستوى الراس بواسطة آلة حادة ومحاولة حرقها رفقة بنيها التوأم بعد أن أضرم النار على كامل محتويات المنزل لتحول إلى خراب الضحية كانت قد تعرضت لهجوم بآلة حادة كما قلت على الراس ثم الحرق من طرف طريقها الذي توفي هو الآخر قبل يومين لأسباب مجهولة وهذا بعد توقيفه عقب ارتكاب فعلته في بلدية بير الذهب الإشارة أن الطفلان يرقودان لحد الساعة بمصلحة طب الحروق بمستشفى ابن رشد بولاية عنابة أين يخضعان إلى الرعاية الطبية